موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد في استوديو الجماهير نواصل المتعة والحديث عن دور نجوم العراق وما زالت المباريات مستمرة حتى اللحظة اللي الآن أتحدث بها مبارتين مهمة جدا الحدود مع فريق الكهرباء والنجف مع فريق زاخو المبارتين النتيجة واحدة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق زاخو مع فريق النجف والحدود يعادل الكهرباء في شوط المبارات الثاني والمباريات ما زالت مستمرة بنهاياتها بالدقائق العشرين الأخيرة من المباراتين أحداث مهمة بدور كرة القدم دور نجوم العراق واليوم أولى المباريات اللي تابعناها كانت لفريق الكرخ مع فريق الميناء خسارة قاسية لفريق الميناء وأوضاع غير احتيادية لا يمكن لأي مدرب وأي لاعبين يواصلون بهذا الوضع اللي يعيش به فريق الميناء معاناة غير احتيادية وللأسف أنا أقول إدارات النادي اللي تعاقبت عليه سبب رئيسي بدمار نادي الميناء وما وصل إلى وإلا حسافة أن فريق الميناء انشاهد بهذا الوضع وبهذه الخسارات القاسية ووصل به الحد أنه يتخوف من أنه يخوض المباراة القادمة مع فريق الشرطة بل الأدهى من ذلك جمهورة يدعو إلى الانسحاب من دور كرة القدم الممتاز في ظاهرة لم تمر على النادي سابقا مر بظروف صعبة مر بانتكاسات لكن مثل هذا اللي يحصل مع فريق الميناء ما مر سابقا مبارك لفريق الكرخ وكل التوفيق للميناء في قادم الأيام وعسى أن يجد الفريق حلولا لوضعه غير الاعتيادي الكرخ أربعة الميناء هدف واحد في المباراة التي قيمت على ملعب الساحر أحمد راضي ترجمة نانسي قنقر مو مشكلة الخسارة المشكلة أكو حلول أكو حلول يعني اليوم 14 لا 13 لاعب يلعبون سفر تعرف اليوم بالعلم أكو استشفاء لللاعبين أكو تدوير باللاعبين اليوم لا عدنا استشفاء لا عدنا تدوير وضع نادي الميناء وضع مأساوي يعني إحنا اليوم ككادر جهاز فني يعني ما نعرف أي حل لاعبين شباب ميت عندون عمارهم 16 إلى 17 سنة صح هم العام لاعبين بس 13 لاعب إحنا اليوم فقدين إلى 17 لاعب كم لاعب موجود بالفريق السنة؟ 14 لا 13 لاعب يوم حتى كور يعني أقسم لك بالله اليوم أسماء أكو أسماء سكو لاعب حتى اسمه ما أعرفه يعني اليوم جابوا أي والله يعني مشكلة هاي يعني من الشباب صاعدوا يعني نتمنى من جميع الأخوان بالاتحاف هل حتقدروا أن تستمروا؟ لا صعب لا صعب صعب جدا يعني صعب مستحيل يعني المباراة القادمة مع فريق الشرطة وش وقت جمعة اليوم الفريق هرجع للميناء باشا الراحة الخميس تمرين خفيف تمرين خفيف تمرين خفيف تمرين خفيف هاي المشكلة حضر الفريق أذانا 21 لاعب فقالوا بس مشي مباراة الكهرباء أنا أعرف راح يصير هذا لأن المستحيل تمام درب لاعبين ولا هم بالفورما تجي تلعب بهم دوري دوري صعب قالوا بس لاعب اليوم عندك قالوا أمه ستة من الشباب مصعدين خمسة والباقين يعني مو الوضع صعب مو نضاف له لاعب صعب يعني بو إحنا لاعب صعب واللاعب الثاني إحنا ردنا حتى نسحب المباراة اليوم هسا باللعب وضع ما تقدر لا تعرف اللاعبين ولا هم مدربين وياك ويعني جاي وي شرطة نقولهم أجل المباراة ما يقبل للتعال فإذا ما يجل المباراة صعب وإحنا رح نلعب مع الشرطة قالوا تنسحبون أكيد أنا بلغت الإدارة أنه ينسحبون أفضل حفظ ما الوجه لنادي الميناء واللي مو بالتمني ولا بالكرة القدم عمل واجتهات فإحنا بالمناسبة بلغنا الاتحاد على تأجيل مباراةنا مع الكرخ رفضوا هس رح نبلغهم أيضا بكتب رسمية تأجيل مباراةنا مع الشرطة حتى نشوف حل هما ما يصير نصير ضحية قدام الجمهور وقدام المجتمع كابتن شون رح تقدر تستمر بهاي الوضع عندي عقدي رح أرجع على عقدي وأشوف الموضع وأقعد وإلى دارة ثم عندهم مشكلة نحن عباننا يكون حل المشكلة حتى ما نكون نهزاميين لكن عندنا يعني قاعدة جلسة هترجع للبصرة أكيد نقعد مع الإدارة ونشوف الوضع يمال الفريق مبروك النهار لك في الميناء عززنا الأداء في مباراة الطلبة ثلاث نقاط مهمة وإن شاء الله القادة مغضو أكيد نقاط مهمة أول مباراة فقدنا ثلاث نقاط أمام فريق كبير يوى فريق الطلبة تعرف يعني لعبنا كثير من تسعين دقيقة نقص لاعب كان علينا التعويض خصوصا أنه مباراة يعني تقاوم على ملعب الكرخ لكن نفسه قد أكون غصة بالقلب بصراحة على وضع الميناء وما يمر بالميناء كنا الكل كان يتمنى أنه عودة فريق الميناء لأنه ملح الدوري والعراق أنا بالنسبة لي بصراحة اللاعب البصري اللاعب ذكي اللاعب مهاري ضغط المباراة إحنا اليوم مباراة اليوم الثلاث لعبين يختلفون عن المباراة الأولى يعني والمباراة القادمة وبعد يومين أو ثلاثة يام يمكن هم نغير فاللاعبين ثلاثة أنه أنت يعني تخلي ببالك أنه أنت عندك مجموعة جيدة من اللاعبين مو داعش لعب أو 12 لاعب تعتمد عليهم لا عدنا مجموعة جيدة إحنا من اللاعبين الحمد لله نحسبين حساب هذا الموضوع إحنا كفريق يعني عدنا عدنا لاعبين نقدر نغيرهم وعدنا أي مشكلة اليوم يمكن محترف طلع لأنه عند انزعاج جعفر عدنا عمر عياضية لاعبين مهمين بالفريق اليوم ما شاركناه ما شتركه بسبب انزعاجات كانت هذه المتابعة خاصة لمباراة الكرخ مع فريق الميناء مبارك مرة أخرى لفريق الكرخ الميناء باتشر آخر يوم لإيجاد حل لوضعه باتشر راح يجي لاتحاد كرة القدم حتى يخاطبون الاتحاد الدولي يتيح إلى تسجيل اللاعبين وإذا ما صار باتشر حل فأعتقد أنه فريق الميناء سيعلن انسحابه على الأقل من مباراة أمام فريق الشرطة وبعدين راح يشوف وضعه قبل المشاركة والاستمرار بدور كرة القدم وأنا يقول الله لا يوفق كل واحد خلى الميناء بهالوضح هذا لأنه يتباوع على الوضع يعني مو طبيعي ويقهر يعني جمهوره وضعه ومو أي فريق الميناء تتكلم عن حجم النادي وقيمته للأسف أقول كل الإدارات كل الإدارات اللي استلمت هذا النادي هي سبب بإيصاله إلى هذا الوضع وإن شاء الله تكون هنا حلقة قريبة وبالمكشوف عما يدور داخل أروقت هذا النادي الكبير المباراة الأخرى نفط البصرة يحقق فوز مهم وكبير على فريق أمانة بغداد بثلاث أهداف دون مقابل خلينا نشوف تفاصيل هذه المباراة أو خلينا نشوف أهداف زاخو قبلها زاخو أيضا التعادل إلى الآن يسيطر على نتيجة اللقاء هذا هو هدف التقدم لفريق زاخو على ملعبه وأجواء جميلة جدا وحضور جماهيري مهم في هذه المباراة اللي حتى الآن مستمرة بدقائقها الأخيرة زاخو تقدم على فريق النجف في هذا اللقاء هذا هو هدف التقدم لفريق زاخو طبعا النجف قبل لا ينتهي الشوط أدرك التعادل عن طريق ركلة جزاء هذا اللي احتسبت وتمكن من إحراز هدف التعادل هذا هو هدف التعادل لفريق النجف اللي على الأقل يسعى للخروج بنقطة من هذه المباراة خارج الديار مع فريق زاخو الذي استعدى لهذا الموسم تعتبر نتيجة إيجابية لفريق النجف إذا ما انتهت على هذه النتيجة أتوقع المباراة الأخرى بين فريقين الحدود والكهرباء ما زالت مستمرة والتعادل الإيجابي أيضا يسيطر على نتيجتها الدقيقة 78 الآن الكهرباء مع الحدود وهي ذات النتيجة هدف لكل فريق والدقيقة 84 زاخو مع النجف أيضا ما زالت تعادل هدف لكل فريق مسيطر على نتيجة هذه المباراة دورينا جميل جدا والأجمل هي البشرة للأندية المشاركة في هذا الدوري بعد قرار مجلس الوزراء هذا اليوم بحضور الكابتن عدنان درجال رئيس اتحاد كرة القدم بزيادة الميزانية من مليارين إلى أربعة مليار بقرار رسمي من مجلس الوزراء هذا اليوم ومن ضمن القرارات أيضا تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب بالرياضة إلى الأندية المشاركة بدور المحترفين وعلى أن يكون ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى مقابل بدل إيجار على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من البالغ المخصصة لها بحسب الفقرة الثالثة أليف المبينة في أدناها من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة من النادي والآليقة ورابطة النادي التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء رأيي نهائي بذلك تعديل الفقرة الثامنة اللي هي من مليارين إلى أربعة مليار لكل نادي أو يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور يعني النادي راح تجي أربعة مليار بس مليار وين يروح 850 تأهيل الملاعب والملاكات و 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة هذا اللي قلنا عليه في وقتها بدل الاشتراك 150 مليون دينار هي بدل الاشتراك بالدوري راح تقدم إلى اتحاد كرة القدم و 850 مليون تأهيل الملاعب مليار على أن يشرف ديوان الرقابة المالية على كل هذه الصرفيات وكل ما يتعلق بهذه الفقرة الوزارات يعني القرار هذا قرار مشكور عليه دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والتحرك إيجابي نعم الشيء الإيجابي لازم تقول عليه إيجابي ومهم ودعم الأندية مهم في هذه الفترة الوزارات تطبق القرار سريعا لكن أندية المحافظات أنا أدعو لي إيجاد حل سريع لها لأنه دائما الوزارة عدها فلوس وتقدر تسدد الاربع مليار لأندية المؤسسات لكن مجالس المحافظات المحافظين دائما يتحججون بأن الموازنة ما واصلة الموازنة بها مشكلة ماكو أبواب صرف لذلك أنا أتخوف جدا بأنه تعاد كل سنة نفس المؤسسات أندية المؤسسات مدللة وأندية المحافظات تعاني الإهمال وعدم الصرف لذلك يجب أن تكون العدالة حاضرة في هذا الموضوع مثل ما الآن انت خصصت أربع مليار للمؤسسات والوزارة راح تنطي أو الوزارات تنطي لأنديتها نعم انت خصصت لأندية المحافظات لكن عليك متابعة الصرف لأندية المحافظات لأنه هي بحاجة ماسة سأل أندية هنا أعدها مليارين أكون أندية المحافظات ما أعدها مليار فهذا اللي نقول عليه العدالة لأنه كلها مشتركة تحت مسمى دوري نجوم العراق وهناك أندية أخرى أتمنى بما أنه أبواب الدعم مفتوحة أتمنى من دولة رئيس الوزراء أكو دوري الدرجة الممتازة وأندية مهمة جداً وأندية محافظات أم أيضاً مشاركة لا تنسون هذه الأندية أيضاً بما أنه انت شملتوا عشرين نادي برعايتكم أكو عشرين نادي آخر بدوري الدرجة الممتازة أيضاً ينتظر الدعم وعينه على رئيس الوزراء في قضية تخصيص أموال لدعم مسابقته ودعم ظروفه الصعبة حتى يتمكن من العودة إلى الدوري الممتاز قبل أن أرحب بضيوفي قضية النقل التلفزيوني ما زالت معلقة حتى الآن ولا ناقل لدوري كرة القدم بشكل حصري إلى الآن عروض قدمت إلى اتحاد كرة القدم لكن ماكو أي جواب عليها وآخر هذه العروض التي سمعنا عنها عرض قناة أي إي أي الرياضية هذه القناة التي دخلت بقوة على خط المنافسة واسمعت بأنه قدمت أعلى عرض لاتحاد الكرة لشراء حقوق دوري نجوم العراق لكن وبحسب ما وصلنا بأنه هذه الشركة تفاجأت بإهمال هذا العرض وإلى الآن ماكو رد رغم أنهما كانوا موعودين بأنه اليوم يحسن موضوع النقل التلفزيوني وقاله الاتحاد زود علينا من 9 مليون دولار العرض اللي قدمنا وقال أنا أريد 12 مليون دولار ووافقنا على 12 مليون دولار ولكن نتفاجأ بأنه رئيس الاتحاد ما أرد على عروضنا ولا حتى على مكالماتنا ولا بطريقة رسمية عبر الإيميل كل ما قدرنا نحصل عليه هو مكالمات وتواصل فقط بالواتساب وحتى نصلت الضوء أكثر هذه القناة وين شنو قدمت العروض هذه العالية جدا اللي قدمتها هدفها شنو؟ بتواصلنا مع الأخ مدير عام القناة الأمير المسوي اللي الآن وياه بشكل مباشر وراحب بيك أخ أمير وأنت مدير عام قناة A.E.A. الرياضية واللي حتيتها أنا أولا أحب تأكده أو تنفيه تحية لك أخي أبو آدم وإلى ضيوفك الكرام وإلىكم مشاهدينكم المحترون بداية يعني احنا مجموعة قنوات A.E.A. الفضائية اللي يضم أكثر من تسع قنوات فضائية متمثلة بA.E.A.1 وأي سبورت بلاس 1 سبورت بلاس 2 وأي دراما وأي كيدز وأي سينما وأي ميوزيك صراحة بعد انطلاق الدوري الدوري نجوم العراق بالفترة الحالية والتطورات اللي شهدت دوري عفوا بصورة كبيرة تقدمنا لشراء حقوق الدوري العراقي لثلاث مواسم متتالية ابتداعا من هذا الموسم الحالي ولكن اتفاجئنا صراحة بأنه الاتحاد إلى هذه اللحظة يماهل بنا بأشياء غير يعني وغير جدية كنا نريد صراحة كنا نريد أن نقدم شيء من خلال النقل التلفزيوني ومن خلال مباريات الدوري العراقي ولكن إلى الآن الاتحاد لم يقوم بإرسال أي خطاب رسمي لنا مجرد مكالمات ومجرد اتصالات هل قد وصلت سعر الدوري أمير بداية احنا تقدمنا بسبع مليون دولار ومن ثم ارتفع المبلغ إلى تسع مليون دولار والآن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه أخيرا 12 مليون دولار أمريك لموسم 1 12 مليون أو 3 مواسم لا احنا أخذنا يعني تقدمنا بثلاث مواسم على أن يزيد على الموسم الثاني 5% من قيمة الموسم الأول و10% من قيمة الموسم الثاني هذا العقد الذي نزيته للإتحاد جاوبكم الإتحاد بإيميل رسمي موافقة عدم موافقة هذا وعرض الشراء الذي بعثتوا للإتحاد العراقي نعم إلى هذه اللحظة الاتحاد لم يقوم بمخاطبتنا بكتاب رسمي عبر الإيميل بالتواصل الشخصي بالتواصل الشخصي بالتواصل الشخصي آخر ما توصلنا اليوم إلى مع السيد عدنان درجال أنه الأمور شبه محسومة للـ وإنه ولكن بدون أي كتاب رسمي أرجع ونوه هذه النقطة للجماهير إلى هذه اللحظة الاتحاد العراقي لم يخاطبنا بأي كتاب رسمي مجرد اتصالات هاتفية لا أكثر وبس أنا أحب أوضح كم نقطة حيدر إذا تسمح في هذه الدقائق المعدودة يعني إحنا في حال هذه الرسالة للجماهير العراقية في حال تم أخذ الدور العراقي لثلاث مواسم مع مباريات المنتخب العراقي لن تقوم مجموعة قنوات A.E.A. بالتشفير الدوري ومباريات المنتخب العراقي ستكون متاحة إلى جميع الجماهير العراقية بشكل مجاني هذه نقطة نقطة أخرى فيما يخص القنوات ستبث بأن القناء الواحدة أكثر من 12 ميجا وهذا ما مطروق بالعراق أو ما موجود أي قناء بالعراق تبث بتقنية الفول الأجلي وبـ 12 ميجا هذه نقطة لكن أنا صراحة أخي حيدر أعتب على بعض الجماهير العراقية التي تسيء لأنها قنوات إيرانية وتسيئلية شخصيا نحن قدمنا وما زلنا نقدم وما زلنا نصر على شراء الدور العراقي حتى وصلنا المبلغ إلى 12 مليون دولار ونحن متمسكين بالدور العراقي لكن يا جماهيرنا يا أعزان الموضوع مو يمن نحن ناس قدمنا بكتب رسمية قدمنا لشراء حقوق دور العراقي أنا مو مشكلتي إذا الاتحاد اليوم ميرد علي أنا مو مشكلتي إذا الاتحاد ميخاطبني لكن أنا من خلالك أبو آدم ومن خلال قناتكم المحترمة أوجه رسالة إلى الجمهور العراقي إذا كان عزكم تجربة سابقة مأحد الشركات الإيرانية هذا لا يمنع أنه إحنا أيضا تأخذون علينا نظرة سلبية بالعكس قنوات أي قمنا بنقل كيس العالم للعندية وقمنا بنقل منافسات كبيرة لكن الإساءة التي تحصل اليوم من قبل بعض الصحفيين المحسوبين على الاتحاد إذا تسمح لأن أذكر اسم لأن هذا صراحة أساء بشكل كبير الصحفي عباس أو شخص بالاتحاد محاولات كبيرة محاولات حجوم كبيرة علينا من الصبوح إلى هذه اللحظة في المكتب الإعلامي بالاتحاد هو أحد اسمه عباس أخي أمير حتى أوضح لا أكو شخص صحفي على الفيسبوك نزل علينا أكثر من منشور وأنا أزودك ببعض التفاصيل يعني أنا حتى ما أأخذ من وقتك لكن قبل الختام أوقف على جملة قالها السيد عدنان اللي قل لي شخصيا أنت مثل ابني فأنا أقل لي أنت خليت ابنك في موقف حرج اليوم أمام الجماهير وأمام نفسي وأمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن إحنا خاطبناكم يا كابتن بأكثر من كتاب وأنتم بهذا التصرف تتجاهلون مجموعة قنواتنا اللي قدمت عرق بشكل رسمي وبشكل أساسي أخمير أنا حتى يعني كل ما يدور في بال اللي تابعنا الآن ويسمعنا يكون واضح أمام هاي القنوات إل من تبعيتها من اللي يدعمها من اللي وراها يعني مبلغ 12 مليون دولار وأنت تقوله أخذ مباريات المنتخب وبدون تشفير وداخل بقوة على خط الدور العراقي بالضبط هاي القناة تابعة منه قنوات أي هي تابعة للمتحدث يعني الإنسان البسيط أميري موسى اللي يتحدث معاك الآن لا تابعة إلى حزب ولا تابعة إلى دولة ولا تابعة إلى مجرد إحنا متخدين من الجمهورية الإسلامية يعني هي مجرد مقر أساسي للقنوات لا تابعة لحزب لا تابعة لجهة لا تابعة لشيء يعني خل وضح لك يعني أنا مالك لشركة سيزين إيرانا وشركة رازاري إيرانا وشركة ديو أتش أي وسابقا كنا نمتلك قنوات وضحة الفضائية وشركة ديو أتش للعطور ومؤخرا نمتلك قنوات أي الفضائية يعني قنوات عراقية لا هي مو قنوات إيرانية هي محتمدة لدى الاتحاد الإيراني ولكن هي ليست قنوات عراقية نتشرف أنه نكون قنوات عراقية لكن نحن مو قنوات إيرانية لكن هي لن ولم تنتمي إلى أي جهة سياسية أو أي جهة حزبية يعني أنا شوف البعض يقول أنه على مد انتخابات لا أنا محتاج أن أدخل انتخابات ولا أنا محتاج أن أسوي شوء إعلامي ولا نحن محتاج أن ندخل في هذه الصراعات على حد علمك أكو عروض منافسة لكم على حد علمك هذه رسالة بالكتاب الموجه إلى الاتحاد طالبنا الاتحاد في حال أنه لن تكون الحقوق حصرية سنعطي قناة العراقية فقط قناة العراقية لا ثلاثة ولا خمسة فقط قناة العراقية وفي حال تقدمت إحدى القنوات العراقية الرياضية يعني الرياضية في جمهورية العراق سنلغي العرض والعقد بشكل نهائي يعني أي قناة غير قناة العراقية الرياضية تدخل مع أي إي 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 سننسحب بشكل نهائي من العرض نيش يعني أنه أحد القنوات سابقا عندما قمنا بنقل مباراة المتخب العراقي مع متخب كوريا الجنوبية بشكل مجاني إلى الجماهير العراقية قامت برفع دعوة قضائية علينا بالفيفا وتم خسارتنا مبلغ مالي وقدره 320 ألف دولار بعدما قمنا بنقل مباراة المتخب العراقي بشكل مجاني واضح يعني أنت المفروض يعني صاحب قنوات تعرف هذه قضية الحقوق قضية يعني بيها أستاذ حيدر كرة القدم هي كرة القدم لغة الفقراء وعلى الجميع أن يشاهد المباريات حتى وإن كانت من ذلك الحقوق في الجماهير العراقية نحن نعرف أنه لكن لكبار الأمواع أنا أعتقدر منظروف شوي تأخرت بس لأن هذه نقطة مهمة أمير يعني أنت جاي تخلي البقية ما معناها بحرج أنه أنت تقول أنا أشتريها وأنقلها بدون تشفير فإذا واحد يلطي هذا المبلغ ويأخذها بدون تشفير بالعافية علي أنا خلي أقول لك أخيرا أستاذ حيدر سنأخذ مباريات المتخب العراقي والدور العراقي وخلاف ذلك سأرتدي حجاب والدتي وسأرتق الصورة وتعرفها في برنامجك وإذا وفي حال الاتحاد رفض الـ 12 ألف دولار سأصل مع الاتحاد العراقي حتى الـ 15 مليون دولار وأنا مسؤول عن كلامي ما هي القوة تحكي بها؟ قضية عناد قضية ثانية ما أعرف بالضبط لا لا نهائيا نهائيا مو عناد الدور العراقي يجب أن يكون دوري من ضمن الأربع الكبار يجب أن ينافس الدور السعودي والدور الإماراتي والدور القطري العراق يمتلك بنية تحتية ويمتلك كثير أمور تساعد أن يكون أن يسوق دورية صح وفي حال أنه نقلنا الدوري ستعطى جميع الإشارات المجانية إلى كل القنوات العربية الراغبة بأخذ المباراة عن طريقنا وفي العراق فقط قناة العراقية الرياضية وغير قناة يعني نهاء أي قناة رياضية بالعراق غير قناة العراقية تحلم تأخذ أي مباراة أو أي لقطة من قنوات أي الفضايا وشي حسبوها القنوات الأخرى خلي حسبوها وإذا يردون يقدمون أيضا بالاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي فنقولهم نحن نمتلك سلطة وننتمنك نفوذ في الاتحاد الدولي وممكن نطلع من عدها مثل ما طلعنا من مباراة سبفان والاتحاد جدا زيان أمير هذا الكلام أنت وصلت للكابتن عدنان درجال يعني هذا العرب وهذه المجانية التي تنطيها للقنوات ونورد ساعد بانتشاره وصل هذا الكلام للكابتن عدنان سمعا تكلمت مع الكابتن عدنان كلام مطول وكلام لساعات مطولة والرجل صاحب يعني صاحب هوية أو صاحب امتداد كبير من مجال التسويق وحنت وصلنا إلى حتى سنضيف يعني في حال تم أخذ الدوري سنعطي يعني من قنواتنا كاميرا للسبايدر إلى شركة اشتار من أجل إضافة بعض النكهات وإضافة بعض الميزة للدور العراقي وحتى فيما يخص مباراة المتخب العراقي أنا من الآن أعلنها يعني واضح وبشكل مجال مباريات المنتخب الوطني يعني مأخوذها بشكل حصر لقناة الرابعة يعني هم عقد وإن الاتحاد الآسيا لا لا مباريات تصفيات كأس العالم كأس العالم كأس العالم اللي حتولها في البصرة معروضة من الأخ عادر غفوري وتم التواصل مع السيد عادر غفوري وكل الأمور تصير بطريقها الصحية إن شاء الله إحنا يرادنا لقاء موسع بعد أن تنحسم الأمور أمور النقل التلفزيوني أخ أمير وأتمنى لكم كل التوفيق إذا كانت النواية يعني صالحة وصادقة أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله بالمنافسة على شراء حقوق دوري نجوم العراق شكرا جزيلا أمير الموسوي رئيس مجلس إدارة قنوات أي الرياضية المنوعة إلى ضيوف حلقة هذا اليوم الكافتن ساعد عبد الحميد المدرب واللعب الدولي السابق المحلل الفني وراح بيك كافتن ساعد وحلقة هذا اليوم تحيات لك تحيات لك أبادم والجمهور الكريم والقناتكم الكريمة والأخ العزيز كافتن حيدر كافتن حيدر عباد المدرب المساعد في ناد الكرخ يا أهلا وسلم بيك كافتن حيدر شكرا جزيلا ومبارك الفوز هذا اليوم تسلم شكرا جزيلا لك ولي جميع مشاهديك وبالأخ كافتن ساعد يعني وسهلا مش تدد دوري كافتن يمكن 22 هدف و22 هدف وعدنا مباراة تمكن بكرة الأخيرة باشر الطلبة طلبة والنفط باشر بثنتين ونصف دور احتمال تروح ل24 أكثر يعني أفضل من الدور الأول زين شو شفت إلى الآن الجولتين يعني جولتين كانت جيدة أبادم يعني لو إنشاء الدور الأول يعني مباريات كانت ممكن منها أربع مباريات كلم عليها نوروز والزورات جوية زاخو يعني باقي المباريات مستواها المستواه الفني كان جيد نسبة الأهداف الأمور اللي 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 الآن شاهدنا قبل ندخل الستوديو أنا وكافل نحايد أتكلمنا النقطة المهمة في هذا الدور الأول والثاني شوف حتى اللعب الطويل صار قليل يعني داما كننا نشكل إن المباريات نكلها تشتيت اللعب طويل الآن أصبحت قيلة جدا يعني قام نعتمد على التحضير الباص المناولة الصعود الجيد من الخطوط الخلفية الأمامية يعني هاي نعتبرها أمور جيدة خلال دورين رغم ضغط المباريات يعني كل يومين يعني تلعب اليوم تلعب الثالث مباراة مضغوطة يعني شاهدنا أداء جيد للفرق يعني من دورين شاهدنا يمكن ثمان مباريات مستواه جيد هو قبل من يبدو الدوري من أول جولة ثاني جولة يمكن حتى قبلها يبدو الدوري تنظر للفرق تقول هذا البطل مثلاً تتوقع أو تحصرها بين الثين ثلاثة يعني هذا الدوري وصلت لهاي القناعة القوة الجوية الدوري للقوة الجوية يعني منافس قوي على لقب الدوري ما شاهدنا خلال المباراة رغم الأداء المستوى المباراة ثانية كان أقل لكن من شاهد الجوية نوعية اللاعبين اللاعبين أغنبيتهم حتى صار يمكن مباراة يمبايش ما لعب هاي مباراة عندك حسين جبار الشريف عبد الكاظم يوسف فوزي مصطفى مصطفى وليد لاعبين نوعية كبيرة جداً يعني حتى ذا الدوري ينضغط يقدر الكابتن يوب يدور باللاعبين فتتوقع من الآن الدوري للقوة الجوية يعني بالنسبة بالنسبة الثمائن بالمئة اي بس منافسة قوية نعم الجوية يمتلك خزين على الدكة هو هذا اللي رح يخدم كل الفرق باعتبار الجدول مضغوط كابتن مبارك عليكم الفوز شكراً جداً مرة ثانية يتعبكم هذا الجدول المضغوط بديت تعانون منه لا أشوف خنكون واقعين احنا ممكن اكو بعض الانديو ممكن متعودة الآن حتى بالوسم الماضي يجد فترة من الفترات انه لعبنا كل ثلاث تيام او كل أربع تيام مباراة اغلب الفرق هي متكونة من ثلاثين لاعب ممكن التركيز على مجموعة من اللاعبين في كل المباريات اولاً هذا ما رح يصب بمصلحة اللاعبين الليل مثل ما تعرف الجانب البدني جداً مهم بالنسبة لللاعبين زيلا لحد هذه اللحظة جولتين قياساً بالموسم او المواسم السابقة نقدر نقول علي الدوري يبشر بخير الحمد لله والشكر المستوى الفني جيد كان بالاضافة الى ذلك انه نقل التلفزيون اللي متواجدة الان والقنوات والتلفزيونية اللي متواجدة حقيقة قاعد تنقل صورة يعني جداً جميلة عن الدور العراقي انا شفت مباراية قسم يعني شي بسيط من مباراة زاخو الجواهير اللي قاعد تحضر بالملاعب حقيقة يعني مفاجئة بالنسبة انه خلنكون واقعين اللي نحتاجه انه التركيز وبعض الاخطاء اللي قاعد تصير في موضوع تقنية البار يعني مثل ما تعرف الان احنا مقبلين على شي جديد احنا صارنا سنوات شو اللي جاي يصير بقضية البار هو ممكن انه باعتبار احنا كل شي جديد وابو آدم انه نواجه به صعوبة بعض الحكام ممكن انه شوي يتأخر باتخاذ بعض القرارات ممكن بعض الحالات اللي يتصير داخل الملعب ممكن الرجوع ما لثم متأخر ممكن بعض الحالات الجدلية اللي قاعد تصير في بعض المباريات ممكن انه الوقت يتأخر ولذلك تشوف اللاعبين ممكن يوقفون فترة 6 دقائق أو 7 دقائق هذا يأثر اولا رح يصير برود عد اللاعبين فنتمنى ان شاء الله يعني بالمستقبل انه الحكام يكونون اكثر جرأة باتخاذ القرارات هذا واحد الشي الثاني هو يزيد من جماليتها اليوم يعني او البارحة يعني بعض القرارات التحكمية هي غيرت جو مباراة من خلال الاعادة بتقنية البار ممكن بعض الفرق حصلت على ركلات جزاء مما فيهم الكرخ اليوم حطلنا على ركلات جزاء بسبب تقنية البار وحقيقة يعني الحالة ما كنا من تبهين احنا احنا كمدربين ما كنا من تبهين اليه لكن تقنية البار يعني اضافت شيء جديد للدور العراقي او ذكر نزاخو والنجف انتهت بالتعادل الايجابي الان هدف له كل فريق ونقطة ثمينة لفريق النجف من ارزاقو يعني منافس قوي فريق انا بس اريد اعقب على شغلة مشكلة البار عن البار يعني الكاميرات اللي موجودة بمعب يعني انشاء اغلب الدول العالمية بادم يعني بالعشرين كاميرا او اكثر فتطيق من زوايا مختلفة يعني من الامام من الجانب بحيث الحكم من يروح يروح يأخذ القرار الصحيح بعض الاحيان غرفة البار هي تبقى القرار يقول له خلاص هدف او برقنة جزاء يقول الحكم انت روح تقل القرار يعني سلمت للشك يبقى القرار اليك انت تروح انت بنفسك تروح تقلق من يروح الحكم من يشوف اكو كاميرات في زوايا زوايا كثيرة فياكيد راحت تبين عدة الصورة لكن يقول ببداية نعم الصير اخطاء سلبيات لكن شي جيد انه بعض الاندية صار الانصاف في هذا حتى بحال تتطرد يعني اتمنى من لاعبين لح يسوي حركة زايدة يعني تضرب لاعب كرة بعيدة عليك حارس يضرب لاعب انت بالنطنطعش وكرة الى كجمة ترجع صار الانصاف لبعض الفرق يعني العام الماضي والقبله كانت كثير من الاندية تنظرهم من خلال الجزاء او الهدف يدخل بالعارض وتنزل بالهدف وتخرج يعني الان بعد ماكو الفار وكل من ياخد حقه واضح الكهرباء مع الحدود ايضا تنتهي بالان بالتعادل هدف لي كل فريق هال النتائج تخدمكم كفريق الكرخ الفرق اللي مستوياتهم متقاربة طبعا اكيد شوف احنا بما انه فريق الكرخ وبعض الفرق اللي نقدر نقول عليه هي مو جماهرية هي تحاول انه يعني تحقق انتصار على منافسيها انت مو شرط انه تغلب الفرق الجماهرية تكون بالمقدمة انت ممكن منافسينك اللي ينفس مستوىك نقدر نقول تقريبا يعني فرق الوسط لما تتفوق عليهم التأكيد راح تكون ممركز جيد بالنسبة لأذكر جزئية اضافة على كلام كابتن سعد تقنية الفار حدت من شيء واحد هو اعتراضات المدربين واللاعبين وهذا الشيء الاهم اي بس مع ذلك جاي يصير اعتراضات وضغط على الحكم ممكن هاي القضية جاي نشوفها تتكرر لكن جدا قليلة جدا قليلة حكس ما كان بالموأس منها لا لا يصير ضغط على الحكم بالرجوع الى الفار بكل حالة تدري المشكلة يعني سلبية تدري المشكلة اوين احنا لاعبين يخل يخل ثقف يعني الحكم اجا اجا نداء من غرفة الفار قاعد يسأل يحشونه وانت اللاعب قاعد يسأل في الحكم اجينا شو عش مع القرار خلص من الحالة مشت او هدف انت قاواقف من الحكم والسول فياه زيال الحكم شو عيسمع تروح للبار وماذا الجلعب منه ومنه ما يصير فهاي بالبداية قيلك الصير لكن بالأدوار بعدنا بتانا جولة الحمد لله لكن هاي الثقافة بعدين من جولة جولة راح تتطور اعتقد شوفه الدور الثالث والرابع احتمال للرابع لتوقف عندنا منتخب بطني في الأدوار ورد تصفيات كلاس العالم يعني اعتقد راح يصير الوضع أحسن لاعبين حتى مدربين تكلموا مع لاعبيكم يا أخوان لا تضرب لاعب لا أسأل لاعب كل شي قاني يبين البار كل شي يجيب لك يعني انت شغلة تنطرد راح تخسرنياني فانتبوا عن نفسكم لا أسأل حركات زائدة خلص لعب لعب قدم اللي مطلوب لك وخلص ايو هسا بعد ماكو ماكو حالة تعبور لا ماكو لا تعبور هم مباراة الطلبة تأذوا كرخ ومصارعتكم حالة طرد بعد حالة طرد صار عليكم الهدف بالضبط لا الحمد لله وشكر نقدر نقول عليها نقل حتى اللاعبين يعني أجواء الرجوع الحكم للفار هي تقدر نقول عليها تشعر هذا الدور مختلف تصار كم موسم بالمسافقة أكيد حتى قلت لك من ناحية ثقافة اللاعبين ممكن يجوز الموسم اللي بعده إن شاء الله راح تكون ثقافة اللاعبين أعلى باعتبار أنه هو يعرف وين حده لا يقدر يتجاوز على حكم لا يقدر يتجاوز على مراقب خاط لا يقدر يتجاوز على حكم رابع نحن نريد نرتقي بواقع اللعبة إذا كان من خلال تقنية الفار شيء الثاني نحتاج إلى أنه بعض المحاضرات التثقيفية للاعبين على تقنية الفار أنه لما يصير قرار يصير هذا كنا نتمنى أنه قبل الدوري تكون دورات بالنسبة للمدربين واللاعبين هو هذا كنا نعمل وكنا نتمنى أنه صار كل شيء على عجلة هو على عجلة يعني حتى أطفال دوري أكو مور استعجلنا بيها بس هو يهلازم تشارة تصريك حتى بعض الأحيان المدرب يعني أنت مثل حضرت لك أو كافنا أحمد أو المدربين يعملون بالفرق أنا نتكلم مع لابي يا أخوان الحكم عفو الحكم راح يتقره قرار راح ينصفك ينصفك أنه يطيق جزاء أو يحسب لك هدف أو يقول لك حتى الحكم يعني البحراش كبير من يرجع للفار ومو بس هو يشوفه العالم كله قاعد يشوفه عالم كله أنت كجمهور قاعد على تليفزيون قاعد على شهاد الحالة يعني بعد لا تخاف أنت من شيء لا لا أخطار راح تقل أكيد حتى أنت إحنا مقاعدين نشهاد المبارات بالتليزيون أنت تطمين من أمك الحالة يقولها جزاء هاي طرد هاي مطرد يعني ذاك اليوم ما الميدي كامل ويا كمو ويا كرخ أي طالبة يعني راح الفار أنا قاعدة أنا بس وقت لأي انذار أصفر تدليش لأن الميدي من نزل ما متعمد رايز يشير رجلة رايز يرفع بعد ما يقدر لازم تنزل فصار الطاقة أصفر يعني من راح الفار عادة مركزة لاذا جاء الطاقة أصفر لو بالنب صار كل شو واضح كل شو واضح استأيد كابتن ساعد أنه الدوري للجوية نظر للمستوى حتى الآن لو توقع المنافس هذا الموسم أيضا راح تكون قوية ممكن أنه شوية يعني خالفه بالرأي أكو أكثر من فريق منافس سنكون واقعين ممكن بعض الفرق بدايتها تكون متعثرة مثل من عرف فريق الشرطة العام كانت بدايتها متعثرة لكن بعد ذلك حقق نتاج إيجابية وقدر بعض الفرق ممكن تعاني من الجهد البدني بسبب مشاركته بالبطولات الخارجية ممكن بعد ما يستقر يعني مباراة الدور راح يكونون بشكل أفضل حسب وجهة نظري أنه أكو تقريبا يعني من فريقين إلى ثلاثة راح يكونوا منافسين طلبة أيضا داخل على الخط فريقهم جيد تكون مجموعة من اللاعبين من الثلاثة اللي توقعها نفسهم جوية والشرطة وطلبة جوية وشرطة طلبة حسب وجهة نظري ينافسون على لقب هذا الموسم أكيد يزين هذا من نوعي والزورة ما خليتهم بالحزبة الزورة يعني إحنا شفنا مباراة خلنكونوا واقعي مباراة بالاتحاد مجموعة اللاعبين اللي موجودة ما إذا حرجك لا 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 خاف يطلع حم شاكر الجبوري يقول أنت هو فريقكم ولا تقيم الزورة لا لا ما إحنا نحكي شيء وذلك يوم أحمد جبار حتش على موضوع الزورة فشاكر قال قدر بالكرخ وما لك علاقة بالزورة تحياتي لأبو مصطفى خاف أبو همي كابتن حيدر هو ابن الزورة أبو آدم الزورة نريده بالقمة لكن نوعية اللاعبين جودة اللاعبين نوعية اللاعبين المدرب المدرب هو حسن البدري من يختلف عليه اختلفوا عليه ما أعرف أن يختلف عليه درب بعسين فريق بأفريقية دربوا المنتخب الوطني دربوا في خارج مصر لكن جودة اللاعبين اللي موجودة بالجوية يعني اللي حافظوا على أغلب لاعبيتهم الموسم الماضي والشرطة يعني معهم حاضوا أيضا حاضوا على اللاعبين المؤثرين نعم تكنتها إيجابية يعني أنت الآن حسن البدري لو موجود بالشرطة لو موجود بالجوية كانت تجصر جيدة لكن نوعية اللاعبين يعني مو متل المستوى الجوية هاي يقل لك الأمور المادية احنا ما يقدر نجيب لعب بربعمية و بثلاثمية احنا وضعنا هلقل هذا المبلغ هذا المبلغ يعني نوعية اللاعبين بمشاكل يعني مباراة القادمة مع القاسم القاسم عده ست نقاط الزوراء نقطة واحدة نقطة واحدة يعني مشكلة إذا ما ترجع في هذه المباراة بالنسبة للزوراء يعني أقل شيء هاي المباراة لازم يعني لازم تكون بيها ثلاث نقاط موجودة هي نشوف المنافس هذا الموسم ترى مو فقط على اللقب الدوري مباراة تحديد الهابطين الهابطين هاي باللواء موجودة من المسابقة يعني الآن يعني أربع فرح مهددة بالهبوط بطبط صح صح فريقين ينزلون بس أربعة مهددة بالهبوط لا هو هذا كنا نتمنى بوادم حقيقة كنا نتمنى حتى بالمواسم الماضية لأن مثل ما تعرف الألوار الأخيرة ممكن بعض الأنديا حتى لا روسال الأنديا ما يتمنوا يقول لك أنا دوري كامل يا دوبر يدخلص بس فقط من الهبوط تجي تلعبني مباريات فاصلة وبعض التفكير وادم إذا نفكر بقيمة الدوري العراقي وريد نرفع من مستوى قيمة الدوري العراقي يجب أن يكون الشكل هذا أما إذا نريد نبقى بس مجرد مشاركة وبعض الإدارات خنكنوا واقعين هي تريد بس مجرد تبقى بالدوري في سبيل أنه يعني تقول لك أنا مشارك بالدوري خلاص أكون أول أكون سالبع أكون ثامن هو ما عنده مشكلة نحن اللي نتمنى نريد نرفع قيمة الدوري بما أنه المنطقة الأقليمية الآن بما فيها الدوري القطري والإماراتي والدوري السعودي ارتفع يجب أنه نكون إحنا مواكبين للحدث اللي موجود فيجب أنه أيضا نرفع من مستوى اللعبة وهذا اللي نتمنىه حقيقة ليش نبقى إحنا متأخرين الآن دعم الحكومة اللي موجود للأنديا والاتحاد العراقي ولوزارة الشباب دعم لم يحصل في تاريخ الكرة العراقية فنتمنى استغلاله بالشكل الأمثل مع قرارات اليوم للحكومة العراقية دعم غير مسبوك ولا شايفين منها سابقا نهائيا الأبواب مفتوحة يعني اليوم هاي المبالغ اللي 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 خصصة للأنديا 4 مليارات يعني حاولوا الأندية أنه تروح بالمكان الصحيحة أنه اللاعبين حسنوا مليار طاير ويحسبون تلاثة بعد ايه مليار رايح هذا رتب وضعكم لا يصير يعني احنا ما تكلمنا عالميناء الصار بهم يعني ها مباراتين هاي والله عنا قاعد يمر هانا نتكلم شوف احنا خلال ثلاثنا نتفوق نتكلم عالميناء نتكلم عن هاد أحمد عن علاء أحمد عن رحيم كريم عن جريح النون على عبدالله ساق أحمد هذول لعبين عن تاريخ 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 بطل دوري مو فقط تاريخ لعبين أول فريق تاريخ محافظة تاريخ ناس أبطال هذا النادي مو فقط على مستوى كرة القدم مصارعين أول فريق أول فريق الرباء الرباء عبدوه العزيز من البصرة مو طبعا حصل على المدالة البرونزية أول فريق من محافظات ياخذ ذرق الدوري أول فريق زينا فاللي قاعد يصير يعني خطأ إداري الخطأ إداري مين يعني الآن ليمر بي الميناء يعني ميسر لا عجل لا صديق طبعا أسر يوم الكار خدتموا في ستوى أربع الميناء فرحاني لا والله نذكرت أيضا باللقاء قلت أنه المنافسة ما موجودة خلنكون نواقع لاعبين شباب لاعبين صغار لا يتحمل اللاعبين ولا يتحمل الكادر التدريبي زينا اختار إدارية يجب أنه تحل يعني رغم الفوز بس ما كفر لا لا أكيد أكيد حتى الكابتل اللي هو أي صلاح بالمباراة الأولى مع العلم هي كانت بالبصرة والزخم الجماهيري كان كبير هو طلع بعد المباراة قال أنه روح المنافسة ما كانت موجودة واليوم نفس الشي واليوم نفس الشي بالضبط خلنكونوا مواقعين ما متكافئ ما متكافئ أكيد فريق الميناء لعبنا إياهم مباراة وديها قبل الدوري تقريباً بأربعة يام وخمسة يام فريق ممتاز عنده مجموعة من اللاعبين اللي استقطبهم خلال الفترة الماضية فريق نقدر نقول عليه يعني ند لأندية جماهيرية لكن بعد القرار الأخير القرار الإداري يعني نتمنى والشي الثاني بعد التخصيص المالي الأخير أبو آدم يجب أنه الأندية تنهي مشاكل اللاعبين اللي يطلبون في بعض الأندية نتمنى هذا الموضوع لحد هذه اللحظة يومية استدعاءات بالاتحاد المدربين واللاعبين يعني يجب أنه الإدارات تحاول أنه تحل هاي المشاكل لا وللأسف أكو بعض الإدارات يعني سببت الإدارة أربيل وقضية اللاعب لو أي صلاح يعني قام تتحايل حتى على القوانين تتحايل على الأعراف تتحايل على كل شيء شرعي حتى ما يطي استحقاق اللاعب ومو بس لو أي صلاح لو أي صلاح ونبيل صباح وعلي فائز يطلبون إدارة أربيل بالمليارات وشاركوهم بالدور احتياذي أحد اللاعبين مدرب كان معاهم راح يقول تأخذ فلوسي من نادي أي فيقول قال لولي بل ما تقول يا نادي خوف أم معي سووا المخالصة وقال لأنني أسد فلوسي الله قال لمو الوفاة أخذ حتى ذا أربع آخرهم حتى ذا أربع آخرهم يقول والله قال لولي قال لف حتى ذا أربع آخرهم يقول جاوالياهم خليت يمني قلت له أخ مطلبكم بعثي والله يعني يعني سد فلوسي الله يعني أنا من أضع ثقة بيك أنت كرئيس نادي تقول لي يا كابتن تعال تقلي فلوسي تقلوه ما تقلب دنياش أي حتى الموسم الجاي يعني هذا اللي يحكي به إذا فعلاً صفرنا ترى صديني يكون عندنا دوري مثالي شوف حتى بتصريحاتنا تقينه يعني ما تسحلو أصلاح وكابتر أحمد جبار جبار يعني على الميناء شوف حتى تصريحاتنا صارت وين ما كونها فريق الميناء مو هذا فريق الميناء يعني كل من شوف الله يعين كابتن قحطان تثير وكابتن فريد اليوم شوفتها والله أنا متأثر بالمباراة حقيقة متأثر بالفريق ما بيد الشي دليل قال لك المباراة الشرطة ما لعبها يعني أنسح أبو آدم كابتن ساعد حتى موضوع النقل التلفزيون أنا شفت كلام الأخ هسه علم السياسة يقوله ماك لا عدو دائم ولا صديق دائم اللي تقتض المصلحة بما أنه قناة قاعدة توفر لك خدمة ممتازة بشكل جيد ومبارات منتخب ومبلغ مالي وتنطي حقوق لبعض القنوات ممكن العراقية وغيرها هذا بالعكس يفرح وراح يرفع من المستوى الدوري يخي نكون واقعين نحن لن نكون مثل ما نقول يعني عنصرين باختيار القناة الفلانية على حساب البلد وعلى حساب تطوير اللعبة بما أنه المبلغ مغري حسب كلامه يحتي بقوة هو الآن الشخص طبعا إذا يقولك أنا أرتدي حجاب أمي وأطلع بالبرنامج إذا ما أخذت الدوري هذا وصل 15 مليون مو أبالب نحن نتمنى نرتقي باللعبة من خلال أي شخص يقدر يدعم ويرفع المؤسسة الرياضية يجب أنه نقدم له تسئلات حالي 22 مليار ولن يرح استفاد لن يمو لحصة طبعا طبعا نقلها بلا تسئلات يجيب أن مبلغ 22 مليار يعني يعني أعيد أنوه للإتحاد إذا سمع المبلغ أو لا يقول أنا مستعد أوصل إلى 15 مليون دولار وأحصل على حقوق الدوري يعني هما بين قوسين قافلين على القضية وإذا عدتهم واحد غيره مبلغ أكبر هذا هو حجة جزئية ترى جدا مهمة هو يقولك أنا ما راح أكلف الشخص الفقير العراق أنه يشتري ما شفره مو صح له له هو هذا الأهم طبعا لأن المستحيل أنا أتوقع مستحيل أنه قناة تنطي هذا المبلغ بدون تشفير لأن كل القنوات ربحية يعني هو بعد الله أعلم يعني الأهداف هذا فقط الله يعرف به نحن ما نقدر نعرف شنو بداخل الناس بس المهمة هي قضية مهمة يعني لازم تحسب عوائد مادية تخدم الاتحاد وتخدم الأندية إضافة إلى الموارد الحالية الوضع شوي ينتعش حتى مباريات المنتخب ووادي ممكن هو سمعتني أي هو نفس الشيء عن المنتخب مو بالأكس حين يشخص يقدم يشخدمه ممكن بعض شروط الاتحاد بالمستقبل ممكن حتى ممكن يتبنى معسكرات المنتخب يتبنى معسكرات الأندية اللي بعض من علها تلجي تسافق أحاول أنه أستفاد من عنده بشكل أكبر غير هي هذا التسويق لو شتون يكمل هو هذا طبعا شون يصير مثلا بس درجة على مسألة الميناء كل من يضع اللوم على قحطان يشتير ولاعبيه وواهل لم يتحمل مسؤولية ما يفتهم هذا اللي يقول قحطان لو لاعبيه ما يقول يا شبو آدم منه يعني إلا الجاهل وإلا الماعدة ضمير يسولف على قحطان وعلى اللعبين بالمواسف اللعبين اللعبين المتعاقدين يوهم اللي نحرموا خلال فترة أو فترتين أنا أعتقد السماعة مبلغ مليارين صحيح اللي متعاقدين معهم زي أنت الآن مع لاعبين شباب ولاعبين شباب ترى جيدين بس ماعدهم خبرة كافية صح ماعد الخبرة كافية بس قاعد يقول لك أنا يقول لك المباراة القادمة مع الشرطة والشرطة بهذه النجوم اللي موجودة اش راح نسوي هو كارثية صر علينا هم حتى بودلاء معهم هسا ممكن يكونون لاعبين صغار عندك مثل 25 لاعب ممكن صغار بالعمر ممكن تقدر تدور بهم هم ماعدهم لاعبين حتى صغار وما يقدرون يسجلون هي هاي المشكلة بالنسبة للميناء يعني اليوم بعض الوقت الأخير أكل لاعب أحد اللاعبين صاب ما يقدر يطلع وكافة النقاطان ما عنده لاعب بالدكة أي والله العظيم حتى دخلت الآن لللاعب بعد المباراة قال لي كافة ماعد نحن وهو مصافخة فنتمنى من الاتحاد العراق أنه يدخل بشكل أكبر في سبيل حل مشكلة فريق الميناء إن شاء الله إن شاء الله يعني هو لازم تنحل وإلا إذا يبقى هيت شي مستحيل يقدر يكمل دولة يعني إذا راح خلال الدورة أربع خمس خسارات ست متتالية تسمي لمشكلة ومع الفريق ينهار وهم يرجع الفريق ينزل وهم ترجع نفس المشاكل مشكلة نتمنى تحل هي مشكلة اللاعبين الإدارية اللي مسدد أو مبالغهم يعني ما معقول إحنا وصالنا وما يقلون نحن مسددي وراح مشتكي يعني إذا مسددي شون يشتكي يعني شون يشكه يعني هاي أهم قضية حير والله العظيم وأن اليوم شددت عنده مخالصة وإن ينكم مخالصة غير كده ما يثبت بينما أنا مسدد اللاعب يعني شونت مسدده ويروح يشتكه عليك إلا إذا أنت عندك خطأ إداري يعني مسدده وما ما أخذ منه مخالصة ما ما أخذ منه توقية شون مسدده ويشتكه عليك ويكسب القرار ضدك أبو بادم ترى 100 مليون على 170 مليون على 70 و45 مليون تنازلوا لندي أخذوا قسم إيه خانبن البلد لكن هذا المحترف من يروح بره عنده محامي حتى لا تعبق منك طبعا وحتى لعده محامي كانت انسعد هو القرار مو مجرد أنه يشتكي اللاعب رأسين يحصل قرار تدري أكثر من مراسلات مرتين ثلاث مرات أربع مرات ويجزون كتب للنادي الاتحاد العراقي يعني تعالوا وحاولوا أنه صحيح قضية بيه لغز والله محير الشرطة سيملسيش يضربها مال إداري بيه لغز محير سيملسيش قد أخبره معلوم 600 مو 600 700 700 ألف دولار 600 600 لا مو الشرطة من أعتقد نشأت وخسارة الشرطة اي 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 النادل الصيني النادل الصيني صحيح احنا عبان هايش كل زين إذا جينا عن نتائج من المباراة اليوم كابتن حيدر يعني الكرخ واضح الفوز مالته ويعني مهم أمانة بغداد خسارة قاسية مع نفط البصرة خسارة ثانية خسارة ثانية لفريق أمانة بغداد الأولى مع القاسم وهاي الثانية مع نفط البصرة أنا لا تحدث لك بما أنه عامل بالدوري فما أقدر أتحدث لك على موضوع الفن بالنسبة للأنديا لأنه مثل ما تعرف أغلب الأنديا ممكن أنا راح أقابلها بالفترات المقبلة لكن كمستوى فني نقدر نقول عليه من خلال مشاهدتي لأغلب المواريات مستوى الفني ممكن مرتقي أكثر يعني بهواي عن الموسم السابق جيد كابتن سعد يعني نتائج أعتبر طبيعية إذا خسارت الميناء الظروف المربيه بغداد مع نفط الجنوب ثلاث هداف يعني الشرطاني كانوا جيدين نفط الجنوب حالة طرد صارت حالة طرد واستغلوا هذا الحالة ممكن خلال مندق سبعين خلال ممكن عجل دقيقة سجلوا ثلاث هداف الكرخ والحدود الكهرباء والحدود أعتقد متكافئين يعني نفس نوعية اللاعبين ونفس المراكز حتى في الدور العام الماضي يعني نتائج نتائجين طبيعية زاخو النجف والله أخذ نفط من زاخو صعب صعبين زاخو صعبين بهالجمور بهالأسماء اللي يستقطبوها زاخو رغم أنه زاخو حد دقيقة ثلاثين كانوا أفضل من نجف يعني سجلوا هدف دقيقة ستعاش ورجع أنت اختربة جزا دقيقة ثلاثين بس وزاخو يعني مع كل الاحترام يعني أنت وفرصة للمدرب الشاب القطري طلال البلوشي مو بس أنت مع هاي الاستقطابات وهذا الطموح اللي داخل به بقوة يعني تشوف متكافئ القضية أنت تستقطب هذا المدرب مع هاي الأسماء الدوري هو لا عامل بالدوري العراقي لا عنده تجربة سابقة لا يعني ما أكو أمور أستغرب لها يعني حتى مدرب فريق الشرطة البارحة أنا استغربت له يعني مو هذا السيفي اللي أنت يخليه قبله يبدو الدور يتروح تركض على هذا المدرب وتجيبه يعني شفت زي السيفي مالت يعني سيفي ضعيف طلال البلوشي يجعق بالفترة يعني صار يمكن فترة شهر أو أكثر وياه مع الفريق من قدمه مسؤول كأسم تدريبي لا هو أشي وما عامل يعني عمل مع فريق مساعد مع وسام رزق في قطر وعمل مع فريق أعتقد درجة ثانية ما تشعر نزاخ يعني هي قضية هذا الموسم إعلامية أكثر ما هي فنية يعني ما أخذين القضية أبو أجاب مدرب قطري جاب أمجل عطو ما ما كو تناسق بالموضوع أبو كل أدارة لاندي لما تريد تختار مدرب يجب أنه تختار وفق معطيات معينة أنه عامل ثلاث مواسم أو موسمين بالفترة الماضية ومحقق نتائج إيجابية لكن أنا لما أريد أستقطه بمدرب هو مثل ما نقول أوكي محترف لكن غريب على الدور العراقي وممكن بفترة قصيرة أو أن المدرب يحتاج إلى وقت هذا شي الثاني خيارات لللاعبين رح يكون هو اللي يختار أو بعض الأدارات هي اللي تختار اللاعبين فممكن يصير أكو يعني اختلاف في وجهات النظر نحن اللي نتمنى أي مدرب محترف يريد يجي يعمل بالعراق نحن ما عدنا كل مشكلة بالعكس رح يرفع من مستوى اللعبة نتمنى يبس يكون بمستوى مدربين هو هذا اللي نتمنى أفضل من عدهم أفضل عمي بمستوى عدنا مدربين عدنا مستويات غير يجي بالعكس نتمنى نتعلم من عدهم شن المشكلة يعني بالنسبة لمدرب الزوراء اسم كبير ممكن نقتدي به بشخصيته ممكن حتى نتواجد بالتدريبات ممكن اسم كبير سنكون واقعين حسام البدرج اكيد نتمنى تكون بصمته واضح على فريق الزوراء بإعتبار أنه لما نشوف فريق الزوراء بهذا الوضع نحن نتعلم بما أنه نحن لاعبين الزوراء ممكن كابتن ساعد على التقديم لعب وما لعب بالزوراء لعبت زين كابتن ولو الرسال الكثيرة يقول توضيح أبو آدم العقوبة تأديبية لأنه إدارة الميناء لم ترد على إيميلات الاتحاد الدولي يعني مسدد الفلوس مسدد العقوبة تأديبية لأنه ما أرد على الإيميلات معقول العقوبة تأديبية وتحرم وتحرم فترة منها شهر أربعة إلى شهر ثلاثة يقول ثلاثة مرات باعثين إيميل ما أكررد زين الموين يبقى زل النادي لوين إيميل لو حال التحال لا هما يجلون للتحال للتحال يدزل النادي خطوين خطوين والله ما أعرف هم لازم يطلعون هسل يواب التصدين ووضح الجماهير طبعا من الخطوة احتمال اللي يوم لوصل للتحال التحال ما قاعد يوصل ليه نريد نعرف من عندك لو من الاتحال الخطوة مو هذا اللي مير قاعد تحد دولي خطبك هذا التحد دولي مو عبوالك نادي أو وزار هنا قاعد خطبك تمشي تمشي تحد دولي يمحيك هو ما يحتاج هذا الموضوع انه لما اللاعبين انتهى الموسم اللاعبين المحترفين بما انه هم عدهم محامي اجي اقعد احاول انه اوقع جزء من المبلغ اذا انه عندك نية انه تمر بضائقة مالية وتتفقوا يهم على صيغة حسا ممكن انه مسددهم على شكل دفعات اللاعبين ممكن يقبلون لكن احنا لما نحاول انه يعني نضرب الموضوع عرض الجدار وكأنه اللاعبين المحترفين ما رح يرجعون للاتحاد لاسي والاتحاد الدولي والذلك العقوبات قاعدت تجعل على اللاعبين وعلى الانديا العراقية واضح طبعا من المناسبة تعرف دارة الميناء السابق المؤقتة بعض منهم موجود الآن بيها يقول بالجلسات الخاصة يقول الاتحاد هو مسؤول عن الكتاب الواصل من الفيفا لأن ما بلغنا به إذا الاتحاد ما يشوف النحل نطلع نحش كل شي ونطلع هواي أمور بس إخنا ساكتين وننتظر يعني هذا مصدر يعني مو من واحد من الدارة ينتظر ينتظر الاتحاد يقول يشوف النحل يخط بالتحاد دولي أو يأجل يقول مبارياتي وانا منها سأقولهم مستحيل يكون مباراة تتأجل أنا توق مستحيل مباراة تتأجل بالدور مو من عدنها إذا ديقى ماك مباراة تتأجل واضح أنا أشكرك كابتن ساد عبد الحميد شكرا كابتن حيدر عبد لأن عندي نص دقيقة فقط رسالة إلى سيد محافظ البصرة سيد أسعد العيداني إلى هذه اللحظة أبنائك من المنتخب الوطني ووفد المنتخب الوطني الذي توج في بطولة خليجي 25 انتظرون وعدك بالتكريم اللي حتى الآن ما حصلوا منه أي شي أنا أذكر كل زين طلعت وحجيت وقلت أنا شيخ أسعد لذلك هم يردون يشوفون شيخ أسعد اللي أنت سولفت به واللي إحنا نعرفه إذا قال كلمة ما يتراجع عنها فأخوانك من اللاعبين منتخب الوطني كثير منهم يراسلون حتى الآن يقولون إحنا لا أبو علي ولا مسحات كوش ما حصلنا من شيخ أسعد حتى الآن فيا أستاذ أسعد العيداني يا محافظ البصرة المحترم هذه البطولة أضافت لك أنت على المستوى الشخصي على مستوى الإنجاز كمحافظ الشيء الكثير وأنت اللي وعدت وأنت اللي تبرعت فواجب عليك أنه تلتزم بالكلام اللي قطعته على اللاعبين وأنت أهلا لذلك وأنا عرفك أنت أخو صديق وعزيز إن شاء الله تكفي بهذا الوعد شكرا جزيلا تقبلوا تحياتي وتحيات جميع كادر العمل وعدرا من كل الأخوة اللي رأس لنا على كثير من تفاصيل هذه الحلقة اللي طرحناها إن شاء الله نلتقي بحلقة قريبة الله موسيقى بحلق